يا سيدة هنتكلمنا النهاردة عن واضح ان احنا فتحنا ملف هنحتاج ان احنا نتكلم عنه ملف اختلال الادوار في البيت اختلال الادوار في البيت ده مش فكرة اختلال الادوار في البيت ده ده حالة حالة عارفين ظهر على طفافها حاجات كتير وحشة لكن على فكرة ممكن بترتيب الادوار مش ان كل واحد يرجع لادواره بس لو حد يقوم بدوره لان هو خلاص فعلا هو عيقوم به فيه دوار حلو قوي ممكن تستخدموه لغاية ما نتدرب ونغير الكلام ده لما يحصل ان حد يقوم بدور فوق دوره استخدموا الدوار الحلو ده دوار الامتنان كلمة شكرا كلمة ربنا يخليك لينا كلمة انت في الحقيقة خيري سند لي انت في الحقيقة بتزداد جمالا وانا ما كانش في حياتي ممكن اتخيل ان يبقى في حياتي حد زيك الامتنان يا سادة بيصرف الاهانة وساعات الامتنان بيصرف كمان ويداوي واجع الابدان يا سادة امتنوا امتنوا عشان تفضل البيوت واقفة على رجليها الامتنان الامتنان رائع دوار بيدل على ان انت قلبك في مدد الرحمن يا باب رزقنا ان احنا ننتنل احبابنا على كل خير بيعملوه فينا وعلى كل خير بيساعدونا فيه عشان نقدر نمسك البيوت وتفضل البيوت عمرانة بفضل الله وبكرم الله وبود الله يا رب جعلنا ممتنين ولا تجعلنا جحدين وجعلنا دايما لنعمتك شاكرين يا رب العالمين